الملك المفدى تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها من صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا واتبادل جلالة الملك المفدى مع جلالة الملك اليزابيث الثانية الاحاديث حول ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة وشراكة وثيقة وما يشهده التعاون المثمر والتنسيق المشترك من تقدم متواصل في جميع المجالات كما تبادل جلالته مع جلالة الملكة لحاديث حول مهرجانات سباقات القدرة التي تقام في مملكة البحرين وفي المملكة المتحدة وهميتها في تعزيز هذه الرياضة الاصيلة في الاوساط المحلية والعالمية مشيدا بما تتميز به المملكة المتحدة من تاريخ عريق في رياضة الفروسية وتنظيم سباقات الخيل مؤكدا جلالته حرص البحرين على المشاركة في مختلف الفعاليات والسباقات الرياضية التي تقام في المملكة المتحدة بشكل عام ومهرجان وينزر للفروسية بشكل خاص والذي يعد أحد أهم المهرجانات العالمية في هذه الرياضة كما التقى جلالته حفظه الله بجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولاية وإقليم جهور دار التعظيم وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوكيورك والسير ألين داكن وزير الدولة لشؤون أوروبا وأفريقيا وعدد من اللوردات وعضاء البرلمان البريطاني وشهد عاهل البلاد المفدى حفظه الله وصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية جانبا من سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كيلو متر بمشاركة عدد من فرسان مملكة البحرين بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي ومشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجة الأولمبية البحرينية رئيس اتحاد ألعاب القوى قائد استبل الخالدية وعدد من فرسان وفارسات مملكة البحرين والدول الخليجية والأوروبية وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جلالة الملك المفدى وصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة الفارس جعفر ميرزا الفائز بالمركز الأول بعد ذلك ودع جلالة الملك المفدى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ثم تشرف فرسان وفارسات الفريق الملكي البحريني بالسلام على جلالة الملك المفدى حيث أشاد جلالته بنتائج الفرسان والفارسات منوها بعطائهم في هذا المحفل الرياضي الكبير والذي يأتي تأكيدا للمساهمة في إنجاح هذا السباق الدولي ويترجم العلاقة القائمة والمتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وكان جلالة الملك المفدى قد وصل إلى مضمار صباق القدرة حيث كان في استقبال جلالته سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة وكبار المسؤولين المنظمين لهذا السباق حيث قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ايجازا لجلالته حول مراحل ومسافة السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه واثنى جلالته على الجهود الناجحة والمتميزة التي والبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للارتقاء بهذه الرياضة العريقة التي تحظى بشعبية عالمية واسعة مشيدا بدور الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تعزيز هذه الرياضة الاصيلة وحرصه على المشاركة في مختلف المنافسات والسباقات الاقليمية والعربية والدولية ونوه جلالته بما حققه فرسان البحرين من نتائج متقدمة عكست كفاءتهم وقدرتهم على رفع اسم المملكة في مختلف المحافل الرياضية والدولية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة